بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلاب دبلومي القانون الدولي والعلاقات الدولية أهلا وسهلا ومرحبا بكم وأسعد الله مساءكم جميعا بكل خير نواصل اليوم معا محضرتنا في مقرر المنظمات الدولية مع التعمق وكنا قد بدأنا في شرح موضوع أهم ملامح التطور في القضاء الدولي الدائم وقلنا أن ملامح هذا التطور المقصود تتعلق إما بتشكيل واختصاص المحاكم الدولية الدائمة والقضاء الدولي الدائم وإما أنها تتعلق بالتقاضي أمام هذه المحاكم وبدأنا منذ المحاضرة قبل الماضية في الحديث عن أهم ملامح التطور فيما يتعلق بتشكيل واختصاص هذه المحاكم وقلنا أن ملامح التطور أو أهم ملامح التطور فيما يتعلق بالتشكيل والاختصاص تتمثل في ثلاثة ملامح أساسي الملمح الأول وانتهينا منه هو التطور فيما يتعلق بالضوابط الحاكمة لتشكيل المحاكم الدولية الدائمة وذكرنا أن هناك ضوابط تقليدية ما زال معمولا بها وأن هناك ضوابط جديدة أو حديثة وبعد أن انتهينا من تطور ضوابط الحاكمة للاختصاص انتقلنا إلى الحديث عن محاضرة اللي فاتت برضو عن ملمح جديد وهو تحول أو الاتجاه نحو تخصص المحاكم الدولية الدائمة أو انشأت التحول من عمومية اختصاص المحاكم الدولية الدائمة إلى التخصص وقلت لكم أن ما يجري عليه العمل على المستوى الدولي هو أيضا ما يجري عليه أو ما جرى منذ فترة بعيدة عليه العمل داخل الدولة الوحيدة من اتجاه المحاكم من محكمة تنظر في جميع المنازعات إلى محاكم متخصصة في منازعات معينة سواء كانت اقتصادية أو جزء من الاقتصادية التجارية أو إدارية أو خلافة وهذين الملمحين انتهينا من العرض لهما في المحاضرات السابقة اليوم أنا بتكلم على الملمح السالس والأخير فيما يتعلق بتشكيل بتطور الضوابط أو فيما يتعلق به أهم ملامح التطور في التشكيل والاختصاص بتاع المحاكم الدولية الدائمة هذا الملمح الجديد اللي هو عنوان محاضرة اليوم هو تزايد حالات الاختصاص الإجباري وخلي بالك أنا بتكلم هنا هنا على موضوع مهم جدا وموضوع كتير من حتى المتخصصين قد لا يتعرض إليه قد لا يتعرض إليه وموضوع معروف عنه إنه القضاء الدولي الدائم وطبعا المؤقت لا جدالة في ذلك كله اختياري بمعنى نعرضه لو جيت تكلم حنت وتقوله في النزاع اللي بين مصر و اثيوبيا هل يمكن عرضه على محكمة العدل الدولية ولك والله اختصاص محكمة العدل الدولية اختياري واختصاص المحكمة الدولية القانون البحار اختياري واختصاص محكمة كذا اختياري و يطرح الموضوع كما لو كان اختصاص القضاء الدولي كله اختياري يعني لا يوجد اختصاص إجباري للقضاء الدولي الدائم فهل هذا صحيح وهو ده موضوع محاضرة اليوم ده انا حتطلق عنوان اسمه تزايد حالات الاختصاص الإجباري للمحاكمة الدولية الدائمة ايه الحكاية يعني انت هتقول لنا على حالات يحقوا فيها او يجوزوا فيها للمحاكمة الدولية الدائمة ان تنظر في النزاع دون موافقة اطراف النزاع مش بالزبط كده انا محتاج اشرح الموضوع بمعنى ان انا عايز اقولك ان في اختصاص اجباري للمحاكمة الدولية الدائمة ولكن معنى الاختصاص الاجباري مختلف اختصاص اجباري بمفهوم خاص بمفهوم خاص ليس هو المفهوم على اطلاقه الذي تعرفه كدارس للقانون وبالتالي طول بالك شوية لحد ما نفهم مع بعض ايه الحكاية طب هي ايه الحكاية والله انا بدرسلك مادة المنظمات الدولية مع التعمق المنظمات الدولية او قانون المنظمات الدولية هو احد فروع القانون الدولي العام مع 15 فرع كمان يعني انت عارف القانون الدولي العام ده قانون المنظمات الدولية القانون الدولي الانساني القانون الدولي لحقوق الانسان القانون الدولي الانتصادي القانون الدولي للبحار القانون الدولي البيئة القانون الدولي الاداري القانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية يعني عندنا قانون الدولي الجنائي عندنا 15 فرع للقانون الدولي العام اللي أنا بشرحه لك ده إطاره العام هو القانون الدولي العام طيب كيف تلتزم الدول أو المنظمات الدولية بس خلينا أتكلم على الدول هنا كيف تلتزم الدول في إطار القانون الدولي العام الدول يعني سؤال بالمعنى القانوني ما أساس الالتزام في القانون الدولي العام يعني مان الذي يلزم الدول على أي أساس الدول على أي أساس مصر تلتزم بعمل معين أو بالامتناع عن عمل معين وفقا للقانون الدولي العام على أساس حكتين الإرادة يعني لماذا تلتزم مصر بكذا لأنها أرادت ذلك أرادت إزاي وقعت أو صدقت أو انضمت أو وفقت لمعاهدة دولية يبا هي التزمت لأنها أرادت كيف أرادت؟ عرفنا إزاي أنها أرادت من توقيعها أو تصدقها أو انضمامها أو قبولها أو وفقتها على معاهدة دولية على سبيل المثال يبقى أساس الالتزام في القانون الدولي حكتين أولهم الإرادة كويس يبقى الدولة لا تلتزم إلا بإيه؟ بإرادتها في الحالة لا تلتزم طيب الحالة التانية بقى هو التزام الدولة على الرغم من إرادتها غصب عنها يعني يعني في حالات في القانون الدولي العام الدولة ستلتزم رغم إرادتها رغما عنها يبقى الالتزام بالإرادة ورغما عن الإرادة غصب عنك في حاجاتها تخذ أيوة طب أساس الالتزام هنا إيه؟ بيبقى مقتضيات التواجد في المجتمع الدولي بمعنى إيه؟ مصر أنت عاوزة بيعوضوا في المجتمع الدولي أول طيب والله المجتمع الدولي ده فيه شوية قواعد لازم تاخدهم سواء بقى أنت عاوز تاخدهم أو ما تاخدهمش عاوز تحترمهم أو لا تحترمهم مش هينفع لابد أن تتقيدهم اللي هي بقى إيه؟ القواعد القانونية الدولية الآمرة اللي يجب على الجميع أن يلتزم بها زي إيه؟ زي لو جيت معنا عضو في المجتمع الدولي لابد أن توافق على قاعدة حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية ما تقدرش تقول لي لأ ده نهاجي وحل منازعاتي بالقوة مش هينفع مجتمع منظم ركن من أركانه ما فيش استخدام قوة في العلاقات الدولية إلا بشكل استثنائي ومنظم طيب إيه كمان؟ عاتيه والله في المجتمع الدولي يبقى لازم تلتزم بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية قاعدة آمرة عاوز تعيش معنا في المجتمع الدولي في حد أدنى من حقوق الإنسان يجب أن تتقيد بيه دي قواعد هتلتزم بها شئت أم لم تشئ ليه القواعد الإيه؟ الأم يبقى أساس الالتزام في القانون الدولي العام يأما الإرادة الدولة تلتزم بإرادتها يأما رغما عن الإرادة نزولا أو رضوخا على مقتضيات العيش أو التواجد في المجتمع الدولي طيب اللجوء إلى القضاء الدولي ونرجع بقى الموضوع اللجوء إلى القضاء الدولي سواء كان تحكيم أو محاكم دولية دائما هل هو قاعدة آمرة بمعنى أنه إذا كان مصر طرف في نزاع لازم يتعرض النزاع ده على القضاء الدولي من قبل مصر وإسيوبيا هل دي قاعدة آمرة لا يجوز الاتفاق أو الاتفاقة على عكسها أو مخالفتها لا ليست قاعدة آمرة ليه لأنه أطراف النزاع مصر وإسيوبيا يجوز لهم أن يتفقوا على حله من خلال وسيلة غير قضائية مش لازم أروح أنا محكمة العدل الدولي أنا ممكن أحل بالمفاوضات أو المساعي الحميد أو الوساط أو التوفيق أو من خلال منظمة دولية أروح مجلس الآن اللي له قاعدة آمرة وما تقدرش تخالفها مش اللجوء إلى القضاء الدولي لا الالتزام بالتسوية السلمية أنت ملتزم بالتسوية السلمية للمنازعات الدولية ما تقدرش تخالف هذا ولكن أيا كانت الوسيلة السلمية ده اختيار يبقى الالزامي في القانون الدولي الآمر في القانون الدولي هو إيه؟ هو أنك لازم تحل النزاع بشكل سلمي ده ما نقدرش نتفق على عكسه ما نقدرش نتفق على أنه النزاع حيتحل بالقوة بالقصرة أو الإجبار دي قاعدة آمرة إنما بقى أحل سلمي زي تتعدد الوسائل السلمية ولأطراف النزاع الحق في اختيار أي وسيلة يبقى اللجوء إلى القضاء الدولي اختيار لحد دلوقتي إحنا ماشيين أقول اختيار زي بالضبط أنا إنت مثلا لو إحنا بنحضر المحاضرات أنا بقول لك مثلا يعني لو ما حضرتش والله 75% من المحاضرات هتحرم من دخول الامتهاء يبقى أنا اللي إهمني أنك تيجي 75% من المحاضرات تيجيهم بقى وراء بعض تيجيهم متفرقين تيجي راكب تيجي ماشي تيجي في الطيارة تيجي مش دي المشكلة مشكلة أنك تيجي يبقى المشكلة في القانون الدولي أنك تحل سلمي تحل سلمي زي دي مش مشكلة القانون الدولي تتعدد الوسائل السلمي والنهاردة شوف أنت في نزاع دولي بين دول كثيرة جد مش هنحلوا عن طريق القضاء دولة تعرض على دولة تعالي يعني مثلا النزاع بين دولة الإمارات العربية الشقيقة وإيران على الجزر الإماراتية السلاسطنب الكبرى والصغرى وأبو موسى اللي هي الجزر اللي بتحتلها إيران من عام 1971 وهذه الجزر بتمكن إيران من الإطلالة على مضيق هورنز اللي هو البوابة الوحيدة للخليج العربي على العالم الخارجي وبالتالي بتتحكم في مضيق هورنز جزر استراتيجي سنويا دولة الإمارات العربية المتحدة بتعرض حل النزاع عن طريق التحكيم الدولي أو محكمة العدل الدول ولكن إيران طرف هل نقدر نقول إن إيران هنا خلفة القانون الدولي يقول لك لا والله أنا هنحل بقى مش عايز أحل بالقضاء الدولي إنما أنا عاوز أحل بالمفاوضات بالوساطة طيب أين تكون المخالفة إذا رفضت وهي ترفض حل النزاع بالوسائل السلمية كافة يبقى هنا أنت دخلت في دائرة المحظور يبقى اللجوء إلى القضاء الدولي كقعدة عامة أنا بتكلم هو اختيار اختيار ليه؟ ليه اختيار؟ لأن القضاء الدولي ليس هو الوسيلة الوحيدة السلمية لحل المنازعات الدولية وإنما هناك وسائل سلمية أخرى وأطراف النزاع أحرار يختاروا أي وسيلة إنه يحل سلمي وليس المهم الوسيلة وبالتالي يمكن إن أنت تقول وإنت مطمئن إنه لا يجوز لأي محكمة دولية إنها تنصر في أي نزاع دولي إلا لما تاخد موافقة جميع أطرافه يبقى أنت ولا محكمة العدل الدولية ولا المحكمة الدولية القانون البحار ولا جهاز تسوية المنازعات ولا محكمة عدل الاتحاد الأوروبي ولا أي محكمة دولية كقعدة عامة تستطيع أن تنظر في نزاع دولي دون الحصول مسبقا على موافقة جميع أطرافه صراحة أو ضمنه صراحة أو ضمنه وبص ما فيش أي استثناء في القانون الدولي على القاعدة دي بالمعنى ده إلا حالة واحدة للمحكمة الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الدولية إحنا عارفينها بقى أنا مش هرجع أعرفها لك تاني خلاص إحنا عملنا القصة دي في المحاضرات السابقة المحكمة الجنائية الدولية اللي هي المحكمة اللي بتنظر فيه أربع جراء بتعاقب مرتكبي أربع جرائم دولي جرائم العدوان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية طيب المحكمة الجنائية الدولية بتعاقب على الجرائم اللي بترتكب على إقليم إحدى الدول الأطراف في إيه الأطراف في النظام بتاع المحكم؟ بمعنى أنه لو جريمة وقعت على إقليم دولة غير طرف أو ارتكبها مواطن لدولة غير طرف إقليم بقى أو طائرة أو سفينة المحكمة الجنائية الدولية المفروض ملهاش اختصاص ليه؟ لأن الدولة التي وقعت الجريمة على إقليمها ليست طرف لم توقع لم تصدر بيقول لك طيب وما للمحكمة الجنائية الدولية كانت بتحاكم مسؤولين في السودان إزاي؟ طيب السودان غير طرف قال لك ما هو المحكمة دي بقى لها اختصاص إجباري على الدول غير الأطراف ممكن تحاكم على جرائم وقعت في دول غير أطراف من خلال الإحالة إليها من قبل مجلس الأمن من قبل مجلس الأمن يبقى مجلس الأمن من حقه يحول للمحكمة جرائم وقعت على إقليم دولة غير طرف يبقى المحكمة هتحاكم أوضع أو هتعاقب على جرائم حدثت في دولة غير طرف تب الدولة غير الطرف هنا مرغمة أنها تتعاون مع المحكمة على الرغم من إرادتها يبقى ده اختصاص إجباري إجباري بالنسبة للدولة غير الطرف ليه لأن أنا ما وفقتش على عمل المحكمة ومع ذلك هأخضع للمحكمة ودل حصل لحد دلوقتي مرتين بس مرة بمناسبة الوضع في دارفور عام 2005 دارفور اللي هي في السودان ومرة عام 2011 بمناسبة الوضع في ليبيا الدولتين دول مش أطراف في النظام الأساسي المحكمة ومع ذلك جرائم ارتكبت على إقليمهما وحيلت إلى المحكمة الجنائية الدولية إبدا ده اختصاص إجباري بالمعنى الفني الدقيق للإصطلاح أنا ما وفقتش على عمل المحكمة ومع ذلك أنت هتغضع للمحكمة إجبار ما بعدي إجباري بس وإن كان برضو يعني أنا مش عايز كتر المعلومات أحيانا بيربك الدنيا معهم الحالة هنا بتتم الحقيقة تمت للسودان وليبيا بوصفهما أعضاء في الأمم المتحدة ووفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لو ممكن من هذه الزوية تقول لي هو فين الإجبار بقى ما هو لو ما كانش عضو في الأمم المتحدة كمان ما كانش أحيل إلى المحكمة الجنائية الدولية لكن على أي حال السابت هنا يعني خلينا ما نتعمقش أكتر من اللازم وإن كان هو تعمق برضو المقرر كده إنه المحكمة الجنائية الدولية بتعاقب على جرائم وقعت في دول ليست أطرافا في نظامها وبالتالي بتحاكمهم أو بتعاقب على الأوضاع دي غصبة عنهم أو على الرغم من عدم وفقته وخلي بالك كمان الإخصاص الإجباري للمحكمة الجنائية الدولية هنا لازم تفهموا على ضوء حاجتين إن هي لا تفصل في النزاع المحكمة الجنائية الدولية مش هي اللي فصلت في النزاع بتاع درفور لا ده هي بتحاكم مرتكب الجرائم الدولية اللي وقعت في هذا النزاع وبالتالي هي ليست وسيلة مباشرة لحل المنازعات وإنما وسيلة غير مباشرة كما ذكر والحاجة التانية اللي تخلي الإخصاص الإجباري ذا يعني مش فعال قوي إنه يقول لك اختصاص المحكمة الجنائية الدولية مكمل مادة الأولى من نظام المحكمة مكمل لاختصاص القضاء الوطن احتياطي يعني يعني لو القضاء السوداني هيعاقب على هذه الجرائم اللي المحكمة الجنائية الدولية عايزة تعاقب عليه خلاص يبقى المحكمة احتياطي خلينا ممشور بس طبعا المحكمة الجنائية الدولية لها أنها تقدر هل القضاء السوداني اللي هو الوطني مثلا أو الليبي أو المصري عوان كان يعني قادر على المحاكمة وراغب فيها أم لا ولا نعودة إلى هزينا طب وما لنت تقصو دي بقى طيب انت بتقول لي انت قلت لحد دلوقتي كلام عاوزين نفهمه القاعدة العامة اللجوء إلى المحاكمة الدولية الدائمة اختياري ولا نكاد ونعرف اختصاصا اجباريا بالمعنى الفني الدقيق للكلمة إلا مع المحكمة الجنائية الدولية طب المحاكمة الدولية الأخرى طب ما انت حطت لي عنوان بيقول لي الاختصاص الإجباري تقصد إيه طب ركز معايا وأنا أقولك أقصد إيه بالاختصاص الإجباري ما أنا أقصد أن وقت نشأة النزاع بين دولتين كانوا مجبرين على محكمة معينة يعني ما تقصدش اختصاص إجباري من الأول خالص لا أنا أقصد اختصاص إجباري لما نشأ النزاع وده بيحصل إزاي هقولك يعني مثلا أنا آآ لما نشأ سد مشكلة سد إثيوبيا بين مصر وإثيوبيا كان مصر وإثيوبيا مثلا فرد جدلي مجبرين على محكمة العدل الدولي أنت مجبرين حينما نشأ النزاع مجبرين بمقتضى ايه؟ بمقتضى اتفاق سابق أو موافقة سابق يعني هم برضو الوافق محدش أكبرهم بس موافقة سابقة على نشأة النزاع يبقى اختصاص إجباري بمعنى إيه؟ بمعنى إن وقت نشأة النزاع إحنا مجبرين على وسيلة معينة تب مين اللي أجبرنا نحن أنفسنا أجبرنا نفسنا إزاي؟ وفقنا قبل كده تب ديني مثال قبل ما تدخل في الموضوع أديك مثال يعني مثلا أنت كان محكمة العدل الدولية العام الماضي أصدرت حكما في النزاع بين دولة قطر وفي نزاع بين دولة قطر والإمارات العربية المتحدة المحكمة نظرت في هذا النزاع ولم تأخذ رأش الإمارات نظرت في النزاع بناء على دعوة رفعت من قبل دولة قطر طيب ما سألتش الإمارات لأنه ما هم متفقين منذ عام ألف ومنذ انضمامهم إلى اتفاقية حظرة أو مناهضة جميع أشكال التمييز العنصري هم منضمين الدولتين لهذه الاتفاقية والاتفاقية دي فيها نص بيقول إذا حدث نزاع حول تفسير أو تطبيق أحكام الاتفاقية يحل بوسائق منها محكمة العدل الدولي يبقى احنا متفقين من زمان وقبل نشأة النزاع لأنه لو في المستقبل نشأ بنا نزاع هنحلوا بمحكمة العدل الدولي من اللي متفقين هم الاتنين والدول الأخرى حينما ينشأ النزاع بقى لما نشأ النزاع عام 2017 بعد الأزمة اللي حصلت كانت دول دي مجبرة على محكمة العدل ليه من الأجبارهم هم نفسهم بس من زمان يبقى أنت تقصد بالاخصاص الإجباري مش اخصاص الإجباري في المطلق هم ما لتقصد أقصد أنه اختصاص إجباري وقت نشأة النزاع حينما نشأ النزاع كنا متفقين زمان على كذا وبالتالي ما نقدرش نغير إلا إذا عاودنا الاتفاق مرة أخرى طيب الاختصاص الإجباري ده اللي هو برضو بالاتفاق بيتم إزاي يأما بناء على تصريحات فردية صادرة عن الدول تتلاقى يأما بناء على اتفاق سابق بين الدول طيب الاختصاص الإجباري استنادا إلى تصريحات فردية ده بيتم إزاي والله يقول لك كل طرف النزاع وخلينا خلينا مثلا أنا أفترض جدلا نزاع بين الدولة ألف وبعد كل طرف هيكون قبل نشأة النزاع ده طلع تصريح فردي مكتوب وبمقتضاع أرسل هذا التصريح إلى محكمة معينة وقال لا يا محكمة أنا بقول أنه إن شاء الله أو لا قدر الله لو حدث في المستقبل نزاع بيني وبين أي دولة تعمل تصريح زي ده أنا موافع على اختصاصك والموضوع ده موجود في محكمة العدل الدولية وموجود في محكمة العدل الإسلامية الدولية اللي ما بدأتش وعشان أقرب لك الموضوع مصر مثلا مثلا عام 1957 ومعد تأمين قناة السويس وعلشان نحل المشكلة ونطمن الناس عملنا شوية إجراءات عملنا شوية منهم قبول قوة التوراق الأولى اللي هي عملية حفظ السلام على الإقليم المصري اللي قعدت من عام أهل لعملية الأمم المتحدة اللي كانوا موجودين عشان يفصلوا بين القوات المصرية والقوات العدوان السلاسي عام 1956 مصر عملت لما أممنا قناة السويس والمجتمع الدولي مع جابوش مصر عملت كذا حاجة علشان تهدي أو تطمن المجتمع الدولي قابلنا عملية لحفظ السلام على الإقليم المصري من 1956 لحد 1967 لما طلبنا إعادة انتشارها والأمم المتحدة قالت يا تبقى كما هي يا إما لأ فقلنا لأ ومشت والحاجة التانية أن مصر مصر سنة 1957 أرسلت تصريح للأمم المتحدة لمحكمة العدل الدولي قلت لأ يا محكمة أنا علشان أطمن الناس أي نزاع في المستقبل ينشأ بيني وبين أي دولة في شأن قناة السويس يتعلق بقناة السويس أنا موافع على اخصاص محكمة العدل الدولي لحد الوقت لم يحدث أنه نشأ نزاع إنما إذا نشأ نزاع يبقى مصر موافقة هو على الاخصاص مجبارين إحنا إن إحنا نعرض النزاع ده إذا الدولة الأخرى وفقت على محكمة العدل الدولي إنما بالنسبة لمصر مصر أكبرت نفسها عام 1957 على قبول اختصاص محكمة العدل الدولي الإجباري فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالمرور في قناة السويس طيب بالإضافة طبعا أنا هاعرض هنا للاختصاص الإجباري لمحكمة العدل الدولي وبعدين أعرض للاختصاص الإجباري للمحكمة العدل الإسلامية الدولية التي لم تنشأ لو بسيط فيه اختصاص محكمة العدل الدولية تلاقي النظام الأساسي بتاعها عامل لها نوعين من الاختصاص اختصاص اختياري وده معناه إنه المحكمة تختص بنظر أي نزاع يعرضوا عليها المتنازعين يعني يعني أرضا لو جات مصر والسويبي قاعدوا مع بعض وقالوا نروح محكمة العدل الدولية خلاص نروح ده اختصاص اختياري بالإضافة إلى هذا الاختصاص الإجباري المحكمة لها اختصاص إجباري اللي هو إيه إنها تنظر في جميع المنازعات الدولية القانونية وهشرحها ده اللي تنشأ بين دولة ودولة أخرى يكونوا الاتنين دول بعتين للمحكمة تصريح فردي بقبول اختصاص المحكمة الإجباري فيما قد ينشأ بينهما من منازعات في المستقبل يبقى مصر سنة سبعة وخمسين بعت تأيين بقول بقبل اختصاص محكمة العدل الدولية فيما قد ينشأ في المستقبل يبقى ده بالنسبة للمصر اختصاص إجباري طيب الاختصاص الإجباري بيشمل فقط المنازعات الدولية القانونية طبعا لو بصيت يعني إيه منزاع دولي قانوني يقولك النزاع اللي يتعلق بتفسير المواحدات الدولية والنزاع اللي يتعلق بأي مسألة من مسائل القانون الدولي والتحقيق في وقائع إن ثبتت تعتبر انتهاك للالتزام دولي والتعويض المترتب على ذلك هتلاقي يعني أن المنازعات الدولية القانونية تكاد تستغرق كل المنازعات الدولية طيب المنازعات الدولية القانونية إذا الدولة بعتت لمحكمة العدل الدولية في أي وقت تصريح فردي تقول لها يا محكمة إذا نشأ في المستقبل نزاع بيني وبين دولة أخرى أقبل اختصاص حينما ينشأ النزاع ده في المستقبل إيه إجبار بقى على الدولة أنها تغضع لمحكمة العدل الدولي طبعا هذا لا يسري إلا في مواجهة الدول اللي بعته تصريحين يعني النهاردة لو مصر عاملة تصريح في شأن قناة السويسة إحنا عاملين لازم الدولة الأخرى تعمل تصريح إن أنا قابلت اختصاص المحكمة في هذه الجزئين وطبعا التصريح المصري علشان يطبق في شأن قناة السويسة أو غيره لابد أن يقرأ في حدود الضوابط اللي موجودة فيه لو إحنا محددينه بمدة ماشي لو معلقينه على شروط تطبق هذه الشروط يبقى هنا يا حضرات الاختصاص الإجباري لمحكمة العدل الدولي يبقى نعاقب بناء على إيه على تصريحات فردية من اللي عملها الدولة عملتها مسبقا وبحيث إذا نشأ النزاع تكون مجبرا على اللجوء إلى المحكمة أنت والدولة الأخرى التي أرسلت تصريح طبعا يعني في حد ممكن يقول لي والله فين الإجبار هنا ما هو اللي أكبر نفسه ماشي ما نقايل لك من البداية من البداية إجبار بمعنى أن وقت نشأة النزاع أصبحنا مجبري إنما قبل ذلك من الذي أكبرنا؟ نحن الذين أكبرنا أنفسنا طيب معروف وفقا لمثاق الأمم المتحدة إن لما يتعرض على مجلس الأمن نزاع دولي قانوني مجلس الأمن بيوصي أطراف النزاع إنهم يحولوه إلى محكمة العدل الدولي أو يروحوا محكمة العدل الدولي فهل توصية محكمة العدل لمجلس الأمن هنا ملزمة وتعتبر إخصاص إجباري لمحكمة العدل الدولية؟ الحياة الموضوع ده حدث بمناسبة طبعا حصل أكثر من مرة لكن البداية بتاعته كان النزاع اللي بين إنجلترا وألبانيا المتعلق بمضيق كورفو اللي اتكلمنا عليه قبل كده ومجلس الأمن قال للطرفين والله النزاع ده قانوني وأنا بأوصيكم تروحوا محكمة العدل الدولي في خلاف الفقه هل توصية مجلس الأمن هنا تعتبر يعني بقول توصية يعني إجبار يعني لازم يروحوا ولا بإرادتهم لا الحقيقة الرأي الراجح إنه هما بإرادتهم ولا إجبار في ذلك لأنه التوصية دي بتتم وفقا للفصل السادس من ويثاق الأمم المتحدة ومن المتفق عليه إنه كل ما يصدر وفقا للفصل السادس هو اختصاص هو توصيات وليست قرارات ممزمة طيب الاختصاص الإجباري لمحكمة العدل الإسلامية الدولية محكمة العدل الإسلامية الدولية شرحتها لك قبل كده لم تنشأ نظامها موجود ووفقنا عليها بس هي لم تدخل حيز على غرار محكمة العدل الدولية هي نفسها برضو المحكمة دي هتلاقي إنه في نص في النظام الأساسي للمحكمة يقول إن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من حق أنها تصرح في أي وقت ومن غير أي اتفاق بينها تصريح فردي بينها تقر لمحكمة العدل الإسلامية الدولية بولاية أو اختصاص جابري في الفصل في المنازعات المتعلقة بتفسير أحكام الشريعة الإسلامية والمعادات الدولية وغيرها من مسائل القانون الدولي لا يعني ممكن دولة تبعت للمحكمة العدل الإسلامية الدولية حينما تنشأ تصريح أنا موافق أن أنت تنظر لجميع المنازعات اللي هتنشأ في المستقبل بينه وبين دولة أخرى تقبل نفس التصريح لازم الطرفين يكونوا عملوا تصريح في المستقبل بعد عشرين سنة لو نشأ نزاع حينئذن ستكون مجبرا على اللجوء إلى محكمة العدل الإسلامية الدولية إذا نشأت طيب ده الاختصاص الإجباري بناء على تصريحات فردية كل واحد بيصرح مصر مثلا طلعت تصريح فردي عام 57 والدولة التانية طلعت تصريح فردي ومن تقابل هذين التصريحين يبقى أنهم خلاص إجبار على اللجوء إلى المحكمة طيب ممكن تصريح مش تصريح فردي ولكن أنت قابلت الوسيقة المنشئة للمحكمة كثير من المنظمات الدولية وانت بتنضم للمنظمة الدولية بتكون هي عاملة نظام قضائي انضمامك للمنظمة بيعني في نفس الوقت قبولك للنظام القضائي بتاع المنظمة وبالتالي انت مجبرا على اللجوء إلى الجهة القضائية التابعة لهذه المنظمة ومش عايزين منك موافقة لاحقة بمجرد ما انت قابلت السيستم ده كله ان انت عضو في الاتحاد الأوروبي اذا انت لازم تروح محكمة عادل الاتحاد الأوروبي بمجرد ان انت بقيت وقعت على النظام الأساسي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اللي هي الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان يبقى انت والنظام الأساسي بتاعه يبقى انت لازم تروح المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المحاكم الإدارية الدولية اول ما وفقت عن النظام الأساسي بتاعها وهكذا محكمة الجنائية الدولية نفس الوضع وقعت على النظام الأساسي خلاص قبلت الوسيقة دي يبقى أنت لازم نفس الوضع في المحكمة الدولية القانون البحار ومحكمة منظمة التجارة العالمية تعالي نتكلم على الاختصاص الإجباري للمحكمة الجنائية الدولية اللي أنا كنت بتكلم عليها من شوية النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يقول الدولة اللي تصبح طرف في هذا النظام تقبل اختصاص المحكمة خلاص مدام صدقت عن النظام الأساسي يبقى إذن أنت مجبر على قبول اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم الأربعة اللي هي بتناقشة اللي هي الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان وجرائم الحرب بمعنى إيه؟ أنه اختصاص المحكمة إجباري بالنسبة لجميع الدول الأطراف في النظام الأساسي يعني أنت موافق عن النظام الأساسي خلاص قبلت اختصاص المحكمة قبولك للوسيقة المنشأة للمحكمة يعني قبولك لاختصاص المحكمة وبالتاني حق للمحكمة أنها تباشر اختصاصها من غير ما تاخد موافقتك بقى من أنت موافق من قبل كده أول ما السلوك الإجرامي يرتكب على إقليمك أو سفينة بترفع عالمك أو طائرة بتحمل جنسيتك أو خلافه أو المتهم يكون تابعك خلاص المحكمة هتباشر اختصاصها من غير ما تسألك تيه طيب الإختصاص الإجباري للمحكمة الجينية ده وليه مش في مواجهة الدول الأطراف بس اللي وافقوا على اختصاص المحكمة ده في مواجهة كمان الدول غير الأطراف بناء على تحويل من مجلس الأمن زي ما تكلمنا دلوقتي من شوية في الحالتين بتقضى رفور وليبي عام 2011 بس خلي بالك الإخصاص الإجباري لمحكمة العدل ده أنا قلت لك يعني أهميته بتقل شوية بسبب إن المحكمة كلها اختصاصها مكمل لاختصاص القضاء الوطن احتياطي يعني يعني لو القضاء الوطني يباشر التحقيق في الجريمة خلاص يبقى المحكمة الجينية الدولية لا ينعقد لها اختصاص في هذا الشأن بس ممكن المحكمة تختص حتى إذا القضاء الوطني باشر اختصاصه على الجريمة ممكن المحكمة الجينية الدولية تختص في حالتين إذا قالت إنه القضاء الوطني غير قادر بسبب انهيار السلطة القضائية مثلا أو غير راغب غير راغب يعني بيعمل كده غير راغب في المحاكمة العادلة بمعنى إنه بيعمل محاكمة سورية للمتهم لتبرئته ومين اللي بيقدر كده المحكمة الجينية الدولية يبقى بلخص كلامه محكمة الجينية الدولية احتياطي لمين للقضاء الوطني بس ممكن المحكمة الجينية تقول للقضاء الوطني لا إنت على الرغم من إنك عاوزت تحاكم أنا مش هخليك تحاكم لأن انت غير قادر السيستم مش موجود أصلا وجوء الدولة فشلت ما فيه السلطة القضائية منهارة زي الوضع في كتير من الدول مؤخرة وإما لأن انت اتضح لي إنك لا تحاكم بحسن نية وإنما بسوء نية طيب بالإضافة للاختصاص الإجباري للمحكمة الجنائية الدولية فيه اختصاص إجباري للمحكمة الدولية القانون البحار محكمة الدولية القانون البحار تكلمنا عليه وهنا أنا عاوز أقول لك كيف يتم تسوية المنازعات الدولية للبحار في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة للقانون البحار أي نزاع دولي يتعلق بالبحار أطراف النزاع أحرار يسوه بأي وسيلة سلمية بس بيقول لك إذا ما نجحتوش في الحل السلمي بوسائل من اختياركم تعالي بقى تعالى فين؟ تعالى للجزء الخامس عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وأنا أقول لك إزاي تحل المشكلة دي الجزء الخمستاشر ده اتفاقية كلها فيها 320 مادة الجزء الخمستاشر بيبدأ من تقريبا المادة 279 ممكن في جوجل كده تكتب الاتفاقية وتطلع لك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بتقول لك لما يكون عندك نزاع يتعلق بالبحار يا دول قدامك يتحلوه بوسائل تؤدي إلى حلول توصيات مفاوضات ولا توفيق يا إما لو ما احلتهوش كنا تعال بقى فيه أربع وسائل قضائية هقول لك عليهم فيه المحكمة الدولية القانون البحار وفيه محكمة العدل الدولية وفيه تحكيم دولي وفقا لإجراءات عامة وتحكيم دولي وفقا لإجراءات خاصة أربع حاجات وبقول لك اختار لك واحدة لما تيجي تصدق أو توقع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار اختار لك واحدة ومصر اختارت التحكيم الدولي العام لما جينا ننضم للاتفاق ولو لم تختاردوش وسيلة من الأربعة دول وسيلة هذه المحكمة الدولية القانون البحار ومحكمة العدل الدولية التحكيم الدولي العام حنختار لك soci tussen التحكيم الدولي العام . طيب لو دولتين اختاروا وسيلتين عكس بعض برضو يبقى كانهم اختاروا القانون للتحكيم الدولي العام. طيب يبقى부� الدول اللجوء الى المحكمة الدولية القانون البحار لحل منازعات البحار اختيار. يعني الدول مش هتروح المحكمة الدولية القانون البحار الا اذا اتفقوا علينا. الا اذا الاتنين اختاروها. وعلى الرغم من ذلك. في ثلاث حالات المحكمة فيهم لا اختصاص اجبالي يبقى الاصلا ان اختصاص المحكمة ايه اختيالي ولكن في ثلاث حالات المحكمة مختصة اجبالي المحكمة دي حضرات فيها اربع دوائر جواها كده دائرة اسمها دائرة تسويت منازعات قاع البحار منازعات التعلق بالقاع وباطن البحار ودائرة تسويت المنازعات المتعلقة بالبيئة البحرية طبعا ودائرة تسويت المنازعات المتعلقة بالسيط ودائرة لتسويت المنازعات باجراءات سريعة مختصر اربع دول اي دولة طرف في اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحر وعلى فكرة 166 دولة طرف زائد الاتحاد الاوروبي يعني العالم في 193 دولة يعني قلة هم اللي مش موافقين عليها قالك انت مش هتروح المحكمة الدولية لقانون البحار الا بالاتفاق بقردتك يعني بس بمجرد انك طرف في الاتفاقية بتاع الامم المتحدة لقانون البحار هيخليك مجبر على اختصاص دايرة جوا المحكمة يبقى انت عايز تروح للمحكمة في الدوائر الاخرى اختياري انما بالنسبة لدائرة تسوية منازعات قاع البحار اي نزاع يتعلق نزاع من نوعية المنازعات المنصوص عليها في المادة 187 من الاتفاقية لابد ان يحل اجباريا امام دائرة تسوية منازعات قاع البحار اللي هي دايرة جوا المحكمة الدولية لقانون البحار يبقى المحكمة ككل اختصاصها اختياري لكن في دايرة جواها اختصاصها يجباري جميع المنازعات اللي تتعلق بقاع وبطن البحار انت بعد حدود الولاية الوطنية للدول يعني المفروض انك فاهم قانون دولي البحار بعد البحر اللي يقليم اللي هي المنازعات المتعلقة بالجرف القاري والمنطقة الدولية هتروح للمحكمة الدولية تروح لدائرة تسوية منازعات قاع البحار يبقى في دايرة من الاربعة اللي جوا المحكمة الدايرة دي اختصاصها اجباري اللي هي دايرة تسوية منازعات قاع البحار الحالة التانية حالة تتعلق به الافراج السريع عن السفن وافراد الطاقم بتاعدي الدولة وهي بتباشر اختصاصها على البحر الايطليمي او المنطقة المجورة او الجرف القاري او منطقة الاتصادية خالصا من حقها ان هي تلقي القبض او تحتاجز اي سفينة بتخالف الانظمة سواء كانت بقى انظمة داخلية او دولية سارية والمفروض انت بتحتاجز السفينة وبتقتدها الى الساحل انشت والواجب عليك انك اول ما تحتاجز السفينة تفرج عنها وعن افراد الطاقم بعد استفاء كده بعض الاجراءات منها انه دولة العالم بتاع السفينة تدفع كفالة معقولة او ضمان مالي يعني للدولة المحتاجزة لحد ما نشوف موضوع النزاع او نصل في الموضوع بنفرج كاجراء مؤقت والقضية شغالة لحد ما نصل في النزاع طيب يبقى لو ازا ما تمش الافراج السريع بعد دفع الكفالة يبقى احنا بصدد نزاع حول الجزئية دي نزاع حول ايه حول احكام الاتفاقية بتاعة الامر المتحدة القانون البحار المتعلقة بالافراج السريع عن السفين طيب النزاع ده يتحل فين اللي هو نزاع بين الدولة المحتاجزة ودولة عالم السفينة يتحل اه قدام اي محكمة من المحاكم الاربع اللي احنا تكلمناها اليوم طيب لو ما اتفقوش خلال عشر تيام على المحكمة بيقولك يحل النزاع الى محكمة اي محكمة تختارها الدولة المحتاجزة طيب لو اتدقوا من المحاكم الاربع طبعا اللي هي المحكمة الدولية القانون البحار المحكمة العادل الدولية تحكم الدولة العام تحكم الدولة الخاصة طيب لو ما الدولة المحتاجزة ما اخترتش واحدة من الاربع يبقى في هذه الحالة يجب ان يحال النزاع اكباريا الى المحكمة الدولية القانون البحار امتى في حالة عدم قيام الدولة المحتاجزة باختيار اي من المحاكم الاربع يبقى هنا يرعقد الاختصاص لمين للمحكمة الدولية لقانون البحار إذا لم تقم الدولة المحتاجة باختيار إحدى المحاكم الأربع الحالة الثالثة والأخيرة حالة الأمر بتدابير وقتية أو تحفظية طبعا المحكمة دولية القانون البحار لا يجوز أن تأمر بتدابير تحفظية إلا إذا كانت هي المحكمة المختصة بنظر النزاع من حيث المبدأ طيب في حالة معينة المحكمة الدولية القانون البحار بتؤمر بتدابير تحفظية رغم أنها مش هي اللي هتنظر موضوع النزاع ده بيحصل في حالة أنه أطراف النزاع اتفقوا على حالة النزاع لمحكمة تحكيم طيب على ما تتشكل محكمة التحكيم إحنا محتاجين نؤمر بتدابير تحفظية طيب محكمة التحكيم لسه ما تشكلتش نستناها لا الأمر مستعجل ما نقدرش نستناها طيب يبقى بيقولك في مثل هذه الحالة يجوز للأطراف المتنزعة انتظارا لتشكيل محكمة التحكيم اللي أحيل إليها النزاع أنهم يتفقوا على أي محكمة تؤمر بالتدابير التحفظية طيب لو ما اتفقوش خلال أسبوعين يبقى مين اللي هيختص إجباريا المحكمة الدولية لقانون البحار يعني اختصاص المحكمة الدولية لقانون البحار بالأمر بتدابير تحفظية لما يكون النزاع معروض على محكمة تحكيم دولية هات بتتشكل ده اختصاص إجباري إذا المتنازعين ما اتفقوش على محكمة أخرى خلال أسبوعين آخر نقطة النهاردة اللي هي الاخصاص الإجباري اللي جهاز تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية وهنا احنا اتكلمنا قبل كده ان مذكرة التفاهم او الاتفاقية اللي بتنظم تسوية المنازعات قدام المنظمة خلي بالك يعني كخلاصة كده لما جوا يعملوا منظمة التجارة العالمية قال لك شوف احنا بنتفاوض على إنشاء منظمة دولية للتجارة التفاوض ده هيقود إلى إبرام اتفاقيات دولية الحقيقة حوالي 30 اتفاقي خانوش يعرفه بس هو حصل كده فقال لك احنا عايزين نتفاق على حاجة مش 30 اتفاقية هنقعد نتفاوض عليهم قاعدوا يتفاوضوا من 86 لحد 93 وبعد كده كل واحد باقي يقول لي اخد دي وما اخدش دي فقال لك لا احنا من البداية كده من 86 وهم جايين يبدأوا التفاوض قال لك احنا هنتفاوض وحزمة الاتفاقيات اللي هنتوصل اليها تأخذ كلها او ترفض كلها يا باكيج واحدة يتخذها كلها يتتركها كلها وتم الاتفاق على ذلك ولذلك لما توصلنا الى اتفاقيات وتم التوقيع عليها في مراكش في المغرب الاتفاقية الخاصة باللجوء الايجباري الى جهاز الى المحكمة بتاع المنظمة تم التوقيع عليها وبحيث ان مصر مثلا لما انضمينا لمنظمة التجارة العالمية وحنا اصلا كنا في الجاة من سنة 62 لما انضمينا لمنظمة التجارة العالمية احنا مجبرين تأخذ الباكيج على بعضها بما فيها المحكمة بتاع المنظمة وبالتالي لو نشأ أي نزاع مثلا بين مصر وأي دولة عضوه في منظمة التجارة العالمية تعلق بالتجارة الدولية فقيات المنظمة مصر مجبرة والدولة الأخرى على عرض هذا النزاع على جهاز تسوية المنظمات التابعة للمنظمة وده نص صريح في المادة 23 من القواعد اللي بتنظم عمل هذا الجهاز المادة دي بتقول إيه أنه أي دولة تتضرر أي عضو يتضرر من انتهاك عضو آخر لالتزاماته عليه أنه هو يلجأ إلى جهاز تسوية المنظمات إجباري مادة 23 فقرة واحد وبالتالي لازم تعرض نزاعك المتعلق بالتجارة على منظمة التجارة العالمية ومعنى هذا الكلام أنه يحذر اتخاذ تدابير أحدية الجهاز يعني نارضع في نزاع بين مصر والصين على الإغراط محدش بقي عقب التاني فرديا لا مصر أنت بتقولي الصين أغرقت السوق المصري بمنتجات يعني أنت بتشتكي من الصين تروحي على طول لمحكمة منظمة التجارة العالمية الجهاز تسوية المنظمات تشتكي له ومش تخدي إجراءات أحدية يا أمريكا يا التحاد أوروبي يا مصري أي دولة ضد الدولة اللي انت زعلانة منها أو عندك مشكلة معها لا إجباري لازم تروحي تشتكي لجهاز تسوية المنظمات التابعة لمنظمة التجارة العالمية بالشكل ده أنا خلصت الجزئية دي لا ما تكلمناش في موضوعات كتير هي ملمح واحد للتطور وتزايد حالات الإختصاص الإجباري المرة الجاية إن شاء الله هنبدأ نتكلم على أهم ملامح التطور في التقاضي بقى إحنا خلصنا ملامح التطور في التشكيل والاختصاص دلوقتي هنتكلم أو يعني إن شاء الله ابتداء من المرة القادمة على أهم ملامح التطور في التقاضي بقى أمام المحاكم الدولية الدائمة أشكركم وألتقيكم في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى